السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في درس جديد من دروس علم نغة الإنجليزية واليوم إن شاء الله سنتحدث عن المدارع المستمر أو الحاضر المستمر Present Continuous سنرى حالة النفي وحالة الإثبات وحالة طرح السؤال أول شيء يجب أن نعرفه هو متى نستعمل هذا الزمن إذن يجب أن نعرف متى نستعمل هذا الزمن كي نستعمله بالطريقة الصحيحة إذن نستعمل Present Continuous عندما نتحدث عن شيء نقوم به الآن يعني في هذه اللحظات التي نتحدث فيها يعني الشيء مستمر الآن يقع الآن أو يحدث الآن عندما أقول I go to school I drink coffee in the morning For example I go to school I drink coffee in the morning هذا يعني المدارع البسيط يعني أقوم بهذه الأشياء كعادة ريس الآن I go to school يعني أذهب إلى المدرسة عادة يعني يوميا I drink coffee نفهم بأنني أشرب القهوة كل صباح أو من وقت لآخر يعني هذا المدارع البسيط الأشياء التي تتكرر الأشياء التي أقوم بها دائما إذا طرحت هذا السؤال باللغة العربية ماذا تفعل أعني به ماذا تفعل الآن أو في حياتك اليومية هناك احتمالين لكن إذا قلت باللغة الإنجليزية What do you do؟ أعني بها فقط حالة واحدة وهي ماذا تفعل في حياتك اليومية لا أعني بها الآن عكس اللغة العربية ماذا تفعل الآن باللغة العربية ليجب أن أقول الآن كي أحدد بأني أقصد الآن وليس في حياتك اليومية لكن باللغة الإنجليزية أقول What are you doing؟ What are you doing؟ يعني بها الآن دون أن أضيف كلمة الآن أفهم بأن السؤال يعني ماذا أفعل الآن وممكن أن أضيف كلمة Now التي تعني الآن أو ويمكن أن لا أضيفها فالجملة تعني الآن سواء أضفنا كلمة الآن أم لا مثلا I'm watching TV I am watching TV الجواب على السؤال What are you doing؟ ماذا تفعل الآن؟ I am watching TV الجواب I am watching TV نلاحظ هناك I subject pronoun الفاعل I am verb to be watch الفعل verb أضفنا له ing وهذه تكون قاعدة present continuous في حالة الإثبات لدينا ضمير الفاعل ثم verb to be والverb to be هنا مصرف في زمن المدارع البسيط simple present الذي رأينا فيما قبل بما أننا نتحدث عن present continuous نصرف verb to be في زمن المدارع البسيط الذي رأينا I am you are وهكذا ثم الفعل الأساسي ثم نضيف للفعل ing نأخذ جملة أخرى I am going to school What are you doing now؟ ماذا تفعل الآن؟ I am going to school I am going to school الآن أنا ذاهب إلى المدرسة الآن يعني أنا في طريق إلى المدرسة أو أنا في يعني أخرج إلى المدرسة I am going to school أو He is reading a book He is reading a book طرحنا السؤال What is he doing؟ What is he doing؟ He is reading a book إذن بكل بساطة إذا أردت أن أتحدث عن شيء أقوم به في هذه اللحظة أستعمل present continuous في اللغة الإنجليزية يعني الأشياء التي أقوم بها الآن في الوقت الذي أتحدث فيه أستعمل present continuous كذلك إذا أردت أن أسأل الشخص ماذا يفعل الآن؟ أو في هذه اللحظة التي نتحدث فيها نستعمل present continuous ومي بين الأسئلة السؤال الذي رأينا هذا السؤال What are you doing؟ أو استعمل أو نطرح السؤال بهل هل وفي هذه الحالة الأمر جد سهل حيث نأخذ verb to be من الجملة ونضعه في بداية الجملة فقط يكون لدينا داخل الجملة مثلا I am going to school نأخذ I am نضعها في بداية الكلام فتصبح Am I Am I going to school؟ وهكذا بالنسبة للضمائر الأخرى مثلا Is he is she is it having lunch Are you are we are they having lunch بمعنى هل هل هم يتناولون وجبة الغداء الآن وفي حالة الجواب بyes يعني حالة الإثبات نقول Yes I am having lunch He is she is having lunch We you are they are having lunch هذه جواب بyes ويمكن كذلك أن نستعمل الاختصار كما في الأسفل فنقول I'm having lunch He's having lunch We're having lunch أما الجواب بلا حالتنا في negative form نقول No I am not No he is not She is not It is not Or it isn't نستعمل الاختصار فنقول He isn't having lunch She isn't having lunch We aren't having lunch They aren't having lunch والآن مع القاعدة كيف نضيف I and G للأفعال لأن هناك أفعال تتغير في نهايتها مثلا لدينا هنا the verb to have have ينتهي بحرف E وهو حرف متحرك ما قبله حرف ساكن إذن إذا كان لدينا الفعل ينتهي بحرف E قبله حرف ساكن نزيل حرف E ونضيف I and G بكل سهولة المثال الثاني لدينا verb to sit sit هذا الفعل ينتهي بحرف ساكن ثم قبله ما قبله حرف متحرك عندما يكون الفعل ينتهي بحرف ساكن ما قبله متحرك نضاعف الحرف الآخير الذي هو حرف ساكن نضاعفه كما في المثال sit sit ثم نضيف line G عندما يكون لدينا حرف ساكن في الآخير قبله حرف متحرك نضاعف الحرف الآخير الساكن نضاعفه ثم نضيف line G لكن إذا كان الفعل ينتهي ب Y X أو W لا نطبق هذه القاعدة فقط نضيف ING بدون أن نضاعف الحرف الآخير في حالة إذا كان الفعل ينتهي ب Y X and W وما قبلهما حرف متحرك لا نغير أي شيء فقط نضيف ING عندما يكون لدينا فعل ينتهي بحرف متحرك واحد مثل GO لا نطبق أي قاعدة فقط نضيف ING شكرا لكم عن المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة